مع فتح المدارس أبوابها تدريجياً أمام الطلاب يحسب توني عقوب ألف حساب قبل إرسال أولاده الثلاثة إلى المدرسة هو يفضل إبقاءهم في المنزل للتعلم عن بعد على تعريضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا ما بتخيل أنه شي صح الواحد يبعث أولاده على المدرسة بهالأيام وبهالأوضاع الكورونا يعني كلمة الإصابة وقفوا مدارس هلأ اليوم 1500-1600 يعني كيف ما بعرف كيف عبيفكره وعلى وقع قرار وزير التربية بفتح المدارس وقرار آخر لوزير الداخلية بعزل 169 بلدة لبنانية تشهد تفشياً للوباء فتحت مدارس أبوابها أخرى بقيت مغلقة في نطاق البلدات المعزولة ومدارس فضلت الانتظار ريثما تستتب الأوضاع الصحية لتفتحه من جديد كان التباعد الاجتماعي من لحظة فوطة البيب تركة تلميذ السيارة ليطلع على الدرجة ليوصل على الصف فيه كنترول على الحرارة فيه الماسك الكمامة 100% موجودة وعم نرجع نعمل نحن دورات لأيلون فرص ما فيه عودة لاقت ترحيباً حذراً من الطلبة عشوائية السلطة كما وصفها البعض بقراراتها المتناقضة أثارات سخط خبراء تربويين حذروا من مغبة ما وصفوه بعودة غير سليمة وآمنة للطلاب مع تفشي كورونا هناك مناطق مقفلة كيف رح ينتقلوا الطلاب والأسادزة والإداريين من المناطق المقفلة إلى المناطق غير المقفلة اثنين في حال طلب من بعض الأسادزة أو من بعض الطلاب يحجروا نفسهم لمدة 14 يوم أو إذا لا سمح الله كان فيه طلاب أو أسادزة أو إداريين حاملين للفايروس اليوم كيف رح من أمن بدائل عن الأسادزة كيف رح من أمن التعليم إلى هؤلاء الطلاب وزير داخلية يعزل بلدات لبنانية بسبب تفشي كورونا ووزير تربية يفتح المدارس رغم تفشي الوباء وما بينهما مصير عام دراسي بات يترنح بين الفتح تارة والإقفال تارة أخرى وسط الجدل الشعبي والتخبط الرسمي إذا أعودت الطلاب إلى المدارس في ظل تفشي وباء كورونا يقع أولياء أمور الطلبة بين خيارين أحلهما مر الأول هو الدراسة عن بعض والذي أثبت في أحيان كثيرة فشله والثاني خطر انتقال عدو كورونا لأبنائهم في المدارس جين عفيش الحرة بيروت